الحلم الحلم في حياة كل بنت أو ستة أو أم مش مجرد حلم ده حلم بيكبر كل يوم ممكن يكبر جداً في لحظة وممكن برضو يتهد في لحظة ممكن يبقى صعب توصله بسبب اختلافها أو ظروفها بس في الآخر بتوصله الحلم في حياتها هو قصة حياتها هو تحقيقها لذاتها وفخر أسرتها بيها واعتراف المجتمع بنجاح في الآخر بتشوف حلمها بيتحقق قدام عينيها على مدار عمرها ومش مهمة في أي سن لأن حلمها مش مجرد حلم حلمها كان في الأصل علم حد في فترة شبابه في أحلى أيام عمره يوم عيد ميلاده وعمل لي أحلى عيد ميلاد وكل شوية يقول لي طب إيه وعمل إيه هعمل لك أكبر مفاجأة وتكون المفاجأ إن هو يموت في حدثة في نفسي اليوم عندك 30 سنة أكيد مش هتواصلي فأنت إزاي؟ أكيد صحر هتتجوز فيبقى الأولى بقى عم الولاد يعني بأي حق برضو إن ده يبقى عادات فأنا اخترت بقى اخترت اللي أنا أتعلم اخترت اللي أنا أدرس اخترت اللي أنا أقرأ أنا كان صاحبي الكتاب أنا بموت في البيت بس لما باجي شغلي بتدب فيها الروح لما كنت بدخل فصل أو كنت بدخل قاعد تدريب وأنا في البلد أنا عندي جوزي وعند أرضي وعنده حكته بس ممنوع تغطي حقك لما عيالك تكبر ويجوا يأخذوا حقه فأنت عندك ومش عندك مرتب ومعاش وبعدين دهبي بقى حتة في حتة في حتة خلص دحكتهم بالدنيا عندي أول حاجة تفرحني اللي أنا شوف دحكة ولادي اللي أنا شوفهم مستريحين الظروف مش كات تسمح أننا نتعلمها العالم ده إحنا نص على جدنا والحمد لله هي إن شاء الله عليها بأن صغرتها وهي متحمسة للعلام وبتجيب على آخر ما معاها في المذكرة إن شاء الله أحجك حلمي في التعليم ويعود اللي أنا مش تعلمته أعوده في بنتي عادي جداً أنا كنت في مدرسة في المدرسة للمقففين وبعدين الحمد لله يعني في سنوية عامة كنت حصلت على مركز كويس ودرجة كويسة وبعدين قدمت على السكولرشب وهي يو اس إيد السكولرشب حالياً أنا في ده ده ساكند سميستر ليه في الجامعين ورده كان من ضمن الشروط ليها كانت للناس اللي هم المستفيدين من تكافل وكرامة يعني أنا بانوي دلوقتي إن شاء الله هيبقى معي ميجر أعلام أو جورناليزم وحاول إن شاء الله أعمل ماينور في الماركتينج أو في البزنس وزارة التضامن دلوقتي بقت وفايت لكل طلبة اللابتوبس فدي أكيد حاجة مفيدة ليه ومتساعدهم كتير في الدراسة لينا حق إننا نتعلم التعليم مش حكرة على حد معين إنه حاجة أساسية في الحياة الناس كلهم بكل اختلافاتهم لازم يكون لهم حق في التعليم أنا موليد ستة وثلاثين شهري ثلاثة يبو كام أربعة وسبعين سبعة وثمانين طاق شوفوا الواحد عزير جاورة لعشان يبقى جميل لكن ما فيش فايل أبويا كان صعيدي مش رضي يوديني المدرسة علم السبيان ومرضيش علم البنات اللي يقول لك بعد ما شاب ودوك كتاب ده عبيت اللي يقول لك كده لا يروح الكتاب يومي أمعد تكافل جماعة كانوا بولوا فيه هنا محو أمي قلت والله وأنا فات منها المدرسة قلت طب ما أنا خش يمكن رجلي تيجي يعني فرجلي جات خشت الفصول هنا تبع تكافل وكرام بعت على تاختة زي دي قلت والله كان نفسه على تاختة زي دي يا سلام ركب الفرس ندرا علي أعلم عشرين مش عشر وغير اسمي كمان كتبت كملت وكتبت وقلت بحبك يا سيسي بحب الراس ليه الراجل اللي يعمل مصلح على أي منطقة يشكر ألف مرة ترجمة نانسي قنقر